يواصل الامن الكويتي مدهمته وتحقيقاته حول عدد من الاشخاص المشتبه بتورطهم في التفجير الارهابي في الكويت فقد توصلت الاجهزة الامنية الى التعرف على انتحاري مسجد الامام الصادق في الصوابر وقالت وزارة الداخلية الكويتية ان الانتحاري سعودي الجنسية ويدعى فهد القباع لافتة الى انه وصل عبر مطار الكويت قبل ساعات من تنفيذ الهجوم الارهابي الداخلية الكويتية اعلنت ايضا القاء القبض على صاحب المنزل الذي او الانتحاري قبيل توجهه الى مسجد الامام الصادق وقالت ان صاحب المنزل من المؤيدين للفكر المتطرف وكانت الداخلية اعلنت القاء القبض على سائق المركبة التي تولى توصيل الانتحاري الى مسجد الصوابر وفراره بعد التفجير مباشرة ويدعى عبد الرحمن صباح عيدان صعود الى ذلك وصل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تقبل التعازي في ضحايا التفجير الارهابي في مسجد حي الصوابر وذلك في مسجد الدولة الكبير وكانت مراسم متشيع ضحايا التفجير جرت وسط اجراءات امنية مشددة في جميع انحاء البلاد وحلق الطائرات الهليكوبتر تابع لوزارة الداخلية الكويتية فوق المقبرة حيث تم دفن الضحايا وقد خضعت بواباتها لاجراءات امنية مشددة من جهتها اعلنت وزارة الصحة الكويتية ان معظم المصابين جراء التفجير غادروا مستشفيات البلاد بعد تلقي العلاج فيما لا يزال نحو اربعين مصابا يتلقون العلاج يعتقد ان بعضهم بحال خطيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة